السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم في درس جديد إذا كنتوا مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض نسى يشترك بالقناة قبل ما تتبع الفيديو انتبه زر الاشتراك اضغط عليه وفعل زر الجرس ليصلك فيديو جديد كل يوم بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن مراجعة لاستخدام الفعل كيف استخدمها باللغة الإنجليزية تكلمنا بفيديوهات سابقة كثيرة عن استخدام الأفعال الناقصة باللغة الإنجليزية اللي حب يرجع موجودة على القناة فيديوهات كثيرة عن استخدام الأفعال الناقصة جميعها باللغة الإنجليزية لكن بهذا الفيديو نراجع عشر جمل كيف استخدم كان، كانت، كود، كودينت، ماست، ماسينت بشكل صحيح تابع معاي نهاية الفيديو الكثير من المعلومات والشرحات بحيث تستخدم هذه الكلمات بشكل صحيح وبكل سهولة إذن قبل ما نبدأ ننتبه كان الماض منها كود كان يستطيع أو يقدر كود استطاع أو قدر عندنا مست مصينت إذن فقط نضع بعد كان كان نوت كود نوت مصد نوت نختصرها دائماً بدلاً نوت الأول نضع أبستروفي تي إذن نحذف الأول نضع أبستروفي إذن تكتب بهذا الشكل The building في عندنا سفيس فراغ ب a school because there are no classrooms البناء يكون مدرسة because إذن لأن there are no يعني لا يوجد classrooms لا يوجد غرف صفية نريد أن نختار could can't isn't might اللاحظ could بالفاست الماضي إذن لا يوجد شيء يشير على الماضي إذن لا نستخدم could ننتبه للزمن وإيضاً المعنى الموجود بالجملة لا يوجد إذن غرف صفية إذن the building could be يمكن أن يكون مدرسة وهذا مستبعد لاحظ isn't لو استخدمنا isn't هل يعقل أن نستخدم is وبعدها be is فعل كون وبي فعل كون أيضاً مستبعدة عندنا might be البناء يمكن أن يكون مدرسة لأنه لا يوجد غرف صفية كيف يكون يمكن أن يكون مدرسة ولا يوجد غرف صفية إذن أيضاً might مستبعدة ظل عندنا احتمال وحيد هو can't إذن can't لا يمكن أن يكون البناء مدرسة لأنه لا يوجد غرف صفية طبعاً هي الماضي من may may يمكن might أمكنه إذن بالماضي واللاحظ بعد can ودائماً الفعال الناقصة يأتي الفعل بصيغة المصدر مصدر الفعال الكون هو be لأن نصح نقول the building can't is هذا خطأ إذن نضع can't be إذا كان عدنا do does did done نستخدم do إذا كان عدنا have has had نستخدم have إذن دائماً مصدر الفعال العمل هي do مصدر الفعال الكون هي be ومصدر الفعال الملك have إذن بهذه الحالة نستخدم can't be اعتماداً على معنى الجملة last week I broke my arm I type but I read the lesson on my computer إذن في الأسبوع الماضي last week الأسبوع الماضي I broke كسرت my arm ذراعي type بمعنى يكتب أو يستخدم keypad أو keyboard إذن طباعة but I لكنني read أقرأ the lesson on my computer على حاسوبي لاحظ يجب أن استخدم can't can couldn't could أولاً يجب أن ننتبه في عدنا last week الأسبوع الماضي إذن نتكلم عن شيء في الماضي إذن can't مستبعدة can مستبعدة عندنا خيارين couldn't و could لدينا two missing words كلمتين مفقودات أو فراغين two spaces يجب أن نختارهم إذن في الأسبوع الماضي I broke my arm I type I type إذن لا أستطيع عن أكتب إذن couldn't إذن نستخدم I couldn't I couldn't type but I read إذن couldn't الخيار الثاني نستخدم could but I could read لكن يستطيع نقرأ الدرس على حاسوبي لاحظ أقول أستطيع أن أكتب يعني لازم أضع to لكن هذا خطأ بعد الفعال نقص can could must لا نستخدم to ويأتي الفعل بصيغة المصدر لا أستطيع نقول could to read هذا خطأ إذن يأتي الفعل بدون أي إضافة that might not be a large villa but it be amazing to live in a home so large ذاك لا يمكن أن يكون villa كبيرة لكن يكون من المذهل to live أن تعيش in a home في منزل so large كبير جدا اللاحظ it بعد الفراغ اللاحظ b هل مما أقول أن نستخدم is نقول is b إذن is مستبعدة لا أتي فعلا كون سوية إذن لا يمكن أن يكون villa كبيرة لكن هو من المذهل لا أصلا يقول it can't it can't be or couldn't بحيث النفي يجب استخدم إثبات بهذا الحال نستخدم must it must be amazing أيضا لاحظ بعد must استخدم فعل con بالمصدر b لأن نقول must is must be amazing to live in a home so large i live in a shop but i could live in a flat عيش في دكان لكن يمكن أن عيش في شقة لاحظ couldn't is must could نبدأ ب is هل سأنا يقول is live يعني is بعدين live إذن هذا خطأ لا يتفعلين وراء بعض i must live يعني يجب أن أعيش في دكان لكن يمكن أن أعيش في شقة أيضا خطأ يجب could i could live in a shop إذن يمكن أن أعيش في دكان but i could live in a flat لكن يمكن أن أعيش في شقة إذن الخيار هو couldn't i couldn't live in a shop طبعا اعتماد على معنى الجملة لا يمكن أن أعيش في دكان but i could live in a flat i found my wallet wallet معته محفظة أو جزدان i go shopping now يمكن أن نذهب للتسوق الآن إذن لاحظ now الآن هلأ أصلاح أن أقول i can't go إذا وجدت محفظتي ذلك ممكاني إذا مستبعد أن أكون نفي إذن أيضا want هي اختصار will not سوف لن أذهب للتسوق الآن أيضا خطأ أيضا i don't go shopping now إذن نجيب محالة النفي إذن الإجابة هي can i can go shopping now i might not be able to go outside but i get exercise إذن لا يمكن أن أكون قادر على الخروج إذن لاحظ نحفظ التركيب هذا be able to هو المصدر من can يعني لاحظ أن أقول i might not can هذا خطأ بدل can إذا جاء فعل ناقص مثل well must can وهكذا إذن نستخدم be able to يعني لاحظ أن أقول i must can أقول i must be able to ننتبه نحفظ هذا be able to قادر على go outside للخروج but i get exercise يجب أن أتدرب هل أقول well get exercise can't get exercise لا يمكن أن تدرب couldn't أيضا حال تنفي أيضا خطأ إذن يجب نستخدم must must يجب أن أتمر just a few days ago فقط بضع أيام مضت أو تقول فقط منذ بضع أيام مضت ago تبدأ فيها منذ تقول بضع أيام مضت مثلا two hours ago ترجمها منذ ساعتين مضت two days ago منذ يومين مضت وهكذا إذن هذا بالماضي دائما أقول نستخدمها بالماضي my brother ride a bike يركب أخي دراجة هوائية now الآن he is riding it يقودها it تعود على bike الدراجة buy his own إذن buy his own نحفظها لوحده buy her own لوحدها إذن بدون مساعدة أحد لاحظ could couldn't must is يقود الآن إذن قبل لا يصدر أن يقود الدراجة إذن could مستبعد must يجب أيضا مستبعد is مستبعد إذن استخدم بالماضي بحالة النفي couldn't my brother couldn't ride a bike لا يمكنه أن يقود الدراجة لوحده لكن الآن يقود ها بمفرده I hurt my foot إذن أصبت قدمي أو جرحت قدمي أو أذيت قدمي I walk now أمشي الآن I must يجب أن أمشي الآن إذن خطأ am لا يتفعل مع بعض can't وعدنا could could يعني يمكن أن أمشي الآن أيضا خطأ إذن استخدم can't I can't walk now لا يمكن أن أمشي الآن أحمد broke his arm كسر أحمد ذراعه he play tense last week إذن يلعب المضرب أو كرة المضرب في الأسبوع الماضي إذن كسر ذراعه he could بمكان يلعب tense أكيد لا can't بل ماضي لا نستخدمها can إذن بحالة الإثبات يعني يجب أن نستخدم نفي بهذه الجملة إذن عدنا احتمال الوحيد هو couldn't إذن he couldn't play لا يمكن أن يلعب في الأسبوع الماضي I go to the library أذهب لي المكتبة but لا يمكن لا يمكنني go to the store أذهب لي المخزن لاحظ في عدنا الجملة في عدنا الجملة الثانية can't لا يمكن but تأتي بين الجملتين الأولى تكون نفي إذن الجملة الأخرى تكون بحالة الإثبات بدون نفي إذن استخدم can I can go but I can't go إذن بالحال الأولى استخدم can can't لأن عدنا but بالحال الأولى نفي بالحال الثاني يكون إثبات بدون not I'm enjoying my book إذن استمتع بكتابي إذن استمتع مع هذا شيء إيجابي positive I finish reading it today أنهي قراءته اليوم لحظة تعود على الكتاب كما قلنا شيء إيجابي إذن لا نستخدم نفي can't مستبعدة couldn't مستبعدة don't مستبعدة إذن استخدم can I can finish reading it today بهذا الشكل النهي نهينا هذا اليوم تكلمنا عن استخدام can could must بشكل مفصل مع جمل أتمنى أن أقدم الشيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر جراس وضع لاعك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته